معقول؟ ولا شهرة ولا شهرة؟ انت كيف لقيته بلا شهر؟ بشع كتير؟ لا معنى بشع، بس شلوم ديقلك استغربته عيه رح تدركين؟ لك لا اولو شو قتركوه بس انا راسمت له لهاني صورة القديمة لما كان عنده شعر امتالا هيك شفته فجأة اصلا ولي دايقنه فوق كل هذا انه هو ليش مستحل من صلعته وحاطة البروك بس ها هي عم تفهموا علي هاد مومبايلك اللي عم بيرين؟ ايوالله يلا انا قررت اعمل عمليات تجميلة انفي بتعرفه شي دكتور شاطير؟ انجات؟ ميديا شبك انتي؟ كل مرة بتتلعي فنة جديدة؟ يعني شي بدك تتجوزي وهلأ تجميل والله بيعلم بكرة بتطلعي بشي تاني حبيبتي ما رح يطلع معاي شي بس انا هلا صرت متأكدة انه انفي هو لي واقف بوش مستقبلي الفني بعدين انتي بتمك قلتي انه انفي قد البططاية مع ناطع التصوير عم يطلع قد البطيخة وخاصة انه التميرة بتكبر الملامح بتظهر العيوب ميديو انتي مجنونة الشي يعني انا وقت ما كنت عم جاوبة كنت عم بمزح معاي بفكرتك حتى غضيعا جد على فكرة اللي بدو عملية التشميل بهاد البيت هو انا ولو بسمحولي اهلي كنت فورا مقصت شعراتي وجبت بوستيجات او استعارت من عند ميديا وكل يوم طلعت بموديل وكنت شقلت عيوني وانا فاخت شفايفي وعملت حواز بي تاتو وشو قصة؟ ايه ورفعت كلاسي خدودي لانهم صالتين بالله شو؟ شوفوا المجنونة التانية الدنيا غنوة نغمتها حلوة الدنيا غنوة نغمتها حلوة وانا لالوشي بحليها او بحليها او حذروا شوك هاني تلعب لشعر ايه لا قرر يا منزرع شعرك رمالك ولا واحد مبين عطكن حذرت لكن شو؟ طلبوا مني اعمل لقاء بالتلفزيون ولا ايه اوف لقاء على الهواء مرة واحدة خير شو المناسبة؟ المناسبة انه بدون يعملوا معي لقاء برنامج هذا احلى ستايل ما غيره اللي موزيعته بتفليج قال بدون يعملوا معي لقاء منشان شو قالت لي ايه منشان موت الربيع كوني انا عارت ازياء معروفة حلو كتير يعني رح نشوفك هالتلفزيون؟ ايه معلوم طبعاً انا عمشي اليوم انه نعم بكير لحتى هيك حس وشي كتير فريش ومنعنش منفرفش بكرة مين عم بدقلك؟ هاني بس هلا ما رح رد علي ليش قررت تتركي؟ لا انتي شو قصتك مع الترك ما رح اتركه لكن ليش ما رديتي علي؟ ما رديتي علي لانه بكرة انا حابة اعمل له هالسوربريز يعني قبل اللقاء بشوي بده قلله تليفون وبقلله يفتح على التلفزيون يشوفني بعدين من كل عقلكون فكريني لهالدرجة يعني سطحية وطافة بشعر ولا بلا شعر انا ما بيعنيني الموضوع المهم البني ادم شوه من جوه خلان شيلة من هالزيرة بقى حكيلي شرحت لبسي بكري والله ما بعرف حطي بيبالك تلبسي شي بنهفك لان الكاميرا بتنصح من سبع لعشرة كيلو وبتظهر كل العيوب بقى احسن ما تتبهدل وصير فيك مثلي جماعة هاي الشبهة شوفين مثل العادة والله العظيم عيب عليك لسه بتني عم تتبليني عم تتبليني لك انا شفتك بعيوني هادول شفتك كيف عم تخني ولسه انا عم تبلغك اقولك ما عملتشي والله ما عملتشي لك شو بدك تتبليني بدك تخربيني بيتي انتي بابا انا اهلين اهلين حبيبتي عبدالله السلامة تقوليني ان شاء الله شو الله ما تعذبتي بالطريق حبيبتي مو هادا المهم المهم هلا تحكولي شو صاير بيناتكم شو في ليسه بتي ما تحكوا حبيبة قلبي انتي هلا اكيد تعباني وجاي بالطريق يعني انا رح اطولك لقمة بتتعشي وبترتاحي وبكرا منحكي الصباح رباح اشتركوا في القناة